نبدأ بملف الشائعات الحقيقة دايماً بنخرج على حضراتكم بنقول الحقائق العديد من الشائعات بتخرج يومياً المركز العلامي المجلس الوزراء بيخرج للرد عليها أول بأول وإحنا بدوننا كعلاب بنوصل لحضراتكم ودايماً بنرجاء من كل الناس اللي بتوصلها هذه الشائعات سواء ما كانت مرة تانية أن أنت ما تعملش نشر لها أنت ترجع للمصدر الرئيسي بتاعها من أهم الشائعات اللي ممكن تؤثر بشكل سريع جداً تنتشر زي ما بيقولوا كده انتشار النار في الهشيم تعمل بلبلة في الشارع تعمل نوع من أنواع الغضب بالتأكيد أي حاجة بتتعلق بالمرتبات أي حاجة بتتعلق بأكل العيش فالشائعة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة هي شائعة كانت بتقول اعتزام أو حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة وده تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية المركز الإعلامي تواصل مع وزارة المالية واللي نفت الأنباء دي طبعاً بشكل قاطع وأكدت إن مفيش أي صحة لتقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة طبعاً تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية بالعكس شددت على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة ونشدت العاملين بالجهاز الإداري ومش الجهاز الإداري بس الحقيقة احنا بنشد كل حضراتكم عدم انصياق وراء أي من الشاعات سواء دي أو غيرها وإن احنا نرجع لمركز أو للأصل بتاع الشائع أو لأصل الخبر يعني حاجة متعلقة بوزارة المالية فنرجع لوزارة المالية حاجة متعلقة بالتموين فنرجع للتموين دلوقتي كل الوزارات المختلفة لها العديد من الصفحات الرئيسية على كل وسائل التواصل في متحدثين رسميين بطلعوا كل شوية بأي خبر بتلاقيه موجود في كل المصادر بتاعته فبلاش أي شائع أو أي خبر بتكون مش متأكد منه أن انت تنشره وده طبعاً بالتأكيد كمان دورناك إعلام فالكلام ده طبعاً كلام غير حقيقي بالمر اشتركوا في القناة